أعلنت وزيرة الصحة عديلة حمود عن إعادة افتتاح مستشفى الرمادي التعليمي بعد رفع العبوات الناسفة التي كانت مزروعة داخله أدى وكانت حمود قد أعلنت في مؤتمر صحفي عقدته بمدينة الرمادي عن اكتمال المرحلة الأولى من تأهيل مستشفى الرمادي مشيرة إلى أن تأهيله بالكامل يحتاج إلى ثلاث مراحل فيما أكد مدير مستشفى الرمادي التعليمي الدكتور إياد عراك إعادة تأهيل خمسين بالمائة من أقسام المستشفى المدمرة وإشيرا إلى أن المستشفى بحاجة لمبالغ مالية من أجل إعادة تأهيل ما تبقى من أقسامه المدمرة بالكامل